مرحبا طلاب صف السابع. بهيدا الفيديو راح نحاول نحل عدد من الاكسرسايزز بدرسنا الاول. السؤال الاول عم بيقول copy and complete. هون عم بيسألني او عم بيخبرني انه بياخد شكل الكنتينر. سأنا هون بدي اجعب بحط state اللي بتاخد هل اه شكل الكنتينر. يا هي solid او هي liquid. اكيد is the liquid. liquid takes always the shape of the container. هلا في حدا ممكن يفكر ابعد من هيك ويقول the powdered solid. تعتبر اجابة صحيحة ولكن هلا الاصاح انه احنا عم ناخد liquid take always the shape of the container. here. solids have definite. so شو عندن شي محدد هيدول الصاليس عندن definite shape. so a liquid cannot be held by fingers. نحنا ما منقدر نحمل liquid بي الفينجر بس او بينما يعني بالعكس منقدر اكيد منقدر نحمل لل solid بيدنا بس ما منقدر نحمل liquid بيدنا. so while solid can be held. the liquids have always their free surface. so اذا هون عم بيخبرني او عم بيسألني عن the free surface of liquid. كيف بيكون. لازم كون منعرفة انه بيكون plain وبشكل horizontal. احنا عم بيقول. give a common property which allows us to classify them as solid. بدي اعطيه property او characteristics. كون بيناتو انتقدر تخبرني انه هيدول هني solids. so نحنا هون اكيد راح نحط اللي properties او characteristics of solids. their shape is definite. the solids can be held by finger. exercise 3 will match. so vertical. so لو اين بص الvertecal. اكيد سابتوصل عند liquid. مانه منطقي ولا communicating vessel. vertical هو perpendicular to the horizontal. flow بيباع عندي البيعب عندي الفوضون وتختلف ال residency. وفي المانات المح للغاية في المآل بعض ف beeping بيباع عندي قصا على البيعات الماضيه. وفي المانات المحisters اكيد بالكمству 해�رض لل liquid. الـ branches راح يكونوا الانما дополнية فيزل الفريسيرفوس للليكويد بالبرانشز رح يكونوا at the same horizontal level exercise for give the names of four different of four different liquids فازن بدي أعطي اسم لأربعة الليكويد وبدي أقول شو الكومون بروبورتي دات اللاو اس تو كلاسيفاي دم اس لكويد انا راح اتعداد معايا من الليكويد اكيد انتو بتقدروا تحطو كمان الليكويد صغير هيدول ملك ووتور تي جوس اويل الكويل هلا شو البروبورتي الكومون بتخليهن يتصنفوا شكلهم غير محدد بيتغير حسب الكنتينر اللي بنحطو فيه مثل الواتر او الملك او التي they take the shape of the كنتينر ما عندن شكل خاص خاص فيهم they can flow يعني they can move along بنقدر منصبن او مندلقن they cannot be held by finger ما بين مسكوا بواسطة الاصابع او اليد exercise 5 the containers in figure 6 are filled with colored water draw the diagram for the free surface of water in each container يعني هون عبي خبرني انو ارسم الفري سيرفيس of the liquid in these uh containers so نحنا بنعرف انو الفري سيرفيس of the liquid لازم يكون a plane and horizontal مهم يكون horizontal بأي لفل حطيتوا اعلى اوطى من هيك بس مهم ان يكونوا دايما بشكل uh horizontal exercise 6 بيقول draw the free surface of the fuel in the in the tank او ملاحظ انو مطلوب مني ارسم الفري سيرفيس of the fuel بهيدا التانك طبعا انا كيف ادي اعرف ازا بلاحظ اوان على اليمين حاطت لي هال هال انديكيتور هيدا بيقدر بساعدني هيدا بيشبه الكميونيكيتينج فازل اذا منلاحظ so the free surface the liquid بالتانك والfree surface بهالتيوب صغير راح يكونوا same horizontal level so اذا انا بدي ازا بدي ارسم the free surface للفيول راح ارسم هيدا الخط الاحلال so what is the importance of the transparent tube ليش هال transparent tube مهم اكيد ازا انا بدي اعرف اللفل للفيول بقلب التانك بدون ما افتح التانك وتصل بقلبه انا بادر اعرف من خلال هالتيوب هالترانسبرانت تيوب بادر اعرف اللفل لالفيول in the tank so the importance is to show us the level of fuel in the tank exercise seven the two containers in figure eight are connected by a rubber tube they contain colored water observe the free surface and write a conclusion so عم بخبرني بلاحظ هم في عندي two containers بلاحظ انه شكلهم مختلف هيدا مثل الفانل هيدا مثل السيرنج وعم بخبرني انه اعمل observation ال free surface اذا بلاحظ هال free surface الموجودين هون وهون so the free surface here and here they are at the same horizontal level حسب ما عم نشوف so طلب مني اعمل conclusion so the free surfaces of liquid in communicating vessels are at the same horizontal level فإذا هيدا هيدا هل عم يشتغلوا as a communicating vessel والfree surface رح يكون على نفس الhorizontal level exercise eight put x in the appropriate place so mercury يعني هو الزئبق احنا منعرف الزئبق منلاقي بميزان الحرارة وهو رح يكون as as liquid salt هو powder solid table solid ice is solid olive oil يعني الزيت زيت الزيتون هو liquid chuck أو التبشور التبشورة يعني هي solid sugar اكيد الشغر متل salt هو powder solid exercise nine explain the experiment described in figure nine and give a conclusion so هون بديج اعمل explanation لها ال experiment اللي عم بتصير so هيدا متل ما اشتغلناها بالصف بنلاحظ ان هون نحنا في عندي هيدا اللي سميناها اللي plumb line plumb line دايما بياخد the vertical position بعد ما حطينا هال plumb line جينا حطينا هال set square بتكون بشكل perpendicular to the plumb line so هال line اللي بينشاء عندي هون نوي perpendicular to the vertical so it is horizontal so هال observer اللي عم بتطلع على هيدا الليين اللي هو الhorizontal بلاحظ انه بهذا الشكل so نلاحظ انه the free surface of liquid in this container حتى هال container انه ميل بس it's okay رح يضل في عندي the free surface of the liquid رح يكون دايما شو هيكون دايما هوريزنطل اكيد نحنا رح نزيد من عنا كلمة plane so the free surface of liquid at rest at rest يعني معم يتحرك ثابت still كيف رح يكون هال liquid رح يكون او free surface of the liquid رح يكون plane and horizontal